أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وبتوافق جميع عضائها بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن إصدار قانون الشركات التجارية ينص هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون لفضي ضريبة مقدار وخمسة بالمئة من صاف الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي خمسمائة ألف دينار بحريني وذلك لتكون رافدا من روافد الميزانية العامة للدولة وفيما أكلت وزارة المالية جهود الحكومة لمواجهة التحديات المالية واعتماد منهجية تنويع مصادر الدخل من أجل تقليل الاعتماد على العائدات النفطية إضافة لاسعي الحكومة لتطبيق مجموعة من المبادرات لتعزيز الوضع المالي ومواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية وذلك في إطار التنسيق والتشاور مع سلطة التشريعية وبناء على برنامج عمل الحكومة توافقت غرفة التجارة والصناعة البحرين مع جمعية الرجال الأعمال البحرينية على عدم الموافقة على الاقتراح بقانون نظرا لوجود عدد من التحديات أمام القطاع التجاري والصناعي في الوقت الحالي أهمها عدم توفر البنية التحتية للصناعية وضعف القوة الشرائية والحاجة لدراسة وضع السوق المحلي الحالي بشكل متأنم بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد البحريني لأن تطبيق الاقتراح بقانون سيؤدي لعزوف الشركات الأجنبية والخليجية عن الاستثمار بالمملكة إلا أن اللجنة أوصت بالموافقة على نظر الاقتراح بقانون لوجاهة فكرته حسب رأي اللجنة